اشتركوا في القناة تفاصيل خاصة بمعسكر منتخبنا الوطني في الكاميرون واستعداداً لخوض الجولة الثالثة في مباريات المجموعة الرابعة أمام المنتخب السوداني غداً في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة إن شاء الله مباراة مهمة جداً الانتصار يضمن المركز الثاني لمنتخبنا والتأهل بإذن الله إلى مرحلة دور السستاشر تفاصيل مهمة جداً بخصوص منتخبنا في الكاميرون وفعاليات ومنافسات كأس الأم الإفريقية وأيضاً كمان عندنا أخبار مهمة تخص النادي الأهلي بالنسبة للمرحلة المقبلة لكن سريعاً نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وكل الناس اللي تبعت أداء الأهلي بالأمس خاصة في ظل مشاركة عدد كبير جداً من لاعبي قطاع الناشئين عايز أعرف رأيكم في أداء شباب الأهلي في بطولة كأس الربطة تعادل مع الجونة، تعادل مع الإسماعيلي، أداء رجولي، روح الفنانة الحامرة موجودة في الجينات حتى الموجودة في قطاع الناشئين واللاعبي الصغار داخل النادي الأهلي صغار السن لكن قبار في اللعب وقبار في الرجولة والأداء المتميز في مباريات كأس الربطة شاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي موسمان يملح اللاعبين راحة سلبية غدا وفي الترند المحلي المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة السودان الحاسمة وأخيراً السلية هدفنا التتويج بأمم إفريقيا كل التوفير لمنتخبنا الوطني بإذن الله في مباراة السودان غداً في ختام مباريات المجموعات لكن بسرعة نروح لاستعراض مباريات اليوم النهاردة في جولة من المباريات سواء المحلية أو الإفريقية والأوروبية نبدأ بالمباريات المحلية منذ قليل انتهت مباراة فرق والزمالك في كأس الربطة وفاز فرقه بهدفين مقابل لشيء على حساب نادي الزمالك في هذه اللحظات في مباراتين أيضاً في نفس التوقيت طلاق الجيش بيستضيف السيراميكا كيليوباترا وإمبي يستضيف غزل المحلة كل ده في إطار مباريات الجولة التانية من المجموعات التلاتة لكأس الربطة كأس الأمم الإفريقية والجولة التالتة في المجموعة التانية والتالتة الساعة ستة في مباراتين في توقيت واحد خاصة أنها جولة الحسم زنبابوي تستضيف غينيا وبالطبع غينيا بتسعى للصدارة عندها أربع نقاط ملاوي بتستضيف السنغال ملاوي عندها تلات نقاط وأمامها فرصة للتأهل للدور التاني وأيضاً السنغال متصدرة بأربع نقاط والساعة تسعة ختم المباريات الجابون بتستضيف المغرب المغرب في السدارة بستة نقاط والجابون أربع نقاط وغانا في لقاء الفرصة الأخيرة ولا بديل أمامها سوى الفوز على جزر القمر النهاردة هذه المباراة أيضاً الساعة التسعة مساء بتوقيت القاهرة في مباريات الدول الإنجليزي النهاردة الساعة 10 مساء برايتون بيستضيف تشيلسي وبالطبع كلنا شايفين الدول الإنجليزي خلال هذه الفترة بيلعب من غير أبرز النجوم الأفرقى اللي بيشاركوا مع منتخباتهم في منافسات كأس الأمم الإفريقية دي كانت جولة بمباريات اليوم سواء المحلية أو الإفريقية والأوروبية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف فقرة ترند ترند والنهاردة إيه أبرز المعلومات والأخبار والكواليس اللي معانا في هذه الفقرة ولكن بعد الفصل أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند عندنا كم موضوع مهم جداً في الفقرة دي عايزيني بروزهم وفي نفس الوقت كمان بما أنها فقرة ترند ترند فالموضوعات اللي عن نتكلم فيها كانت هي ترند في الساعات الأخيرة من خلال صفحات السوشيال ميديا أول حاجة يمكن الصدفة مبارح خلتنا كلنا نشوف إزاي أن روح الفلانة الحمرة والانتصار في الدقيقة التسعين هو مش كلام إنشاء أو هو مش كلام بيتقال كده لفض مجالس لا ده التاريخ كله بيقول كده وبعدين الأمر مش متعلق بالكرة بس لا ده كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطيرة كل الألعاب في النادي الأهلي الناس اللي بتلعب في الاهلي واللي بترتدي تي شيرت النادي الأهلي تحس أن هي جينات ورصية الكل بيتورصها عبر الأجيال عشان جده دايما تسمع فيه كلمة سابتة كده بنقول لك موروسات إيه هي الموروسات؟ إن أنت ما تبقاش عندك يقين ولا متأكد وإنت بتلعب الأهلي أنك هتكسب الأهلي إلا لما مش الحكم يصفر إلا لما يكون الفرقة في الأوتوبيس أو الأوتوبيس كمان تحرك ده ينطبق مبارح على مباراة كأس الربطة الأهلي مبارح بيلعب بفرق الشباب قطاع الناشئين موليد 2001 و2003 بتكلم في براعم وسن صغير ما بين حوالي مثلاً 20 سنة 18 سنة 17 سنة والكل بلا استثناء أنت ممكن تقول مثلاً في محمد محمود ومحمد محمود مش كبير ده محمد محمود هو 21 سنة يعني صغير برضو في عندك حسام حسن في عمار حمدي لكن تمال لعيبة من حراسة المرمة في كل المراكز كلهم أشبال قطاع الناشئين في الأهلي كمان تبص على الدكة كل التغييرات أشبال لكن في الدكة التسعين خدوا بالكم في الدكة التسعين واللي بيعمل ركلة الجزاء أو ضربة الجزاء مين؟ حسام حسن اللي لسه منضم للأهلي رغم أنه لسه منضم للأهلي بس رابس تيشيرت النادي الأهلي دي الجينات اللي بنتكلم عليها دي روح الفنلة النادي الأهلي بنتكلم عليها إنك ما تأمنش أبداً لأي نتيجة مع النادي الأهلي إلا لما تلاقي أوتوبيس الأهلي غادر استهدل المباراة أو ملعب المباراة ده على مدار التاريخ شفنا كاس السوبر الإفريقي اللي حاصل أمام الرجال المغربي مباراة الأمس أمام الإسماعيل وقدامك ضربة الجزاء اللي الكل أجمع لأنها ضربة جزاء سليمة وطبعاً الحمد لله كويس إن محمد الصباحي شافل إنه أصلاً كمان مركزه ومكانه في الملعب ما يسمحلوش إنه يشوفها بس الحمد لله حسابها يعني بدنا ندرول حسابها بخبراته أو بالتاريخ اللي عنده هو كحاكم عنده خبرات قدر يحسبها ركل الجزاء لكن ما علينا اللي أنا أصده إنه في مباراة البسكت إمبارح نفس الكلام إمبارح بيلعب مع الزمالك في كرة السلة في صالة نادي الزمالك بغض النظر بقى عن التصرفات اللي حصلت اتعاقب عليها في الملعب يعني التصرفات اللي حصلت في المباراة من لعب نادي الزمالك هو اتعاقب عليها في الملعب من قرار الفن اللي اتاخد إن الأهل خادر الاستحواز وأكتر من رمية ثم السلاسية والقضية في الرمية الأخيرة فكرة القدم كرة السلة أي لعبة وانت بتلعب مع الأهلي لازم تحترم التي شيرت اللي انت بتواجهه لازم تحترم الفريل اللي انت بتواجهه لازم تحترم اسم الأهلي ومكانة الأهلي ولعبت الأهلي ليه؟ لأن الناس دي بتلعب لغاية الثانية الأخيرة ما عندهاش في القموس خالص حاجة اسمها خسارة هي الرياضة فيها مكسب وخسارة بس هي الناس من جواها وهي لفسة شرط الأهلي عارفة إن الجمهور اللي بيشجحها وبيسندها ما بيقبلش غير المكسب ولو لا قدر الله خسرت بتخسر بس تخسر بشرف بتلعب بأداء مميز بتلعب أداء رائع وأداء الكل اللي بيشيد به فبالتالي ما تأمنش أبدا للأهلي إلا ما تلاقي الأوتوبيس غادر ملعب المباراة الجنات دي واللي بتكلم فيه ده مبارح كان عملي في مباراة كورة ومباراة سلة أعتقد ما فيش إثبات أكتر من كده عشان الناس تقولك أصننتو بتقوله أكل شاهات سبتة لا هي مش أكل شاهات أو كلام بيتقال بشكل عام ده كلام معروف عبر مدار التاريخ محليا وقريا ودوليا وأي لعب بيجي الأهل لو كان بيلعب فيه أول ما بيرتدي تشارة الأهلي دخل في المنظومة وخلاص بقى بتده يلعب مع النادي الأهلي وعارف المدرسة دي والمؤسسة دي مشية زي وبتلعب عشان هي تبقى تكسب وتبقى رقم واحد بس الحاجة الثانية وهي متعلقة بالتحكيم انبارح مباراة الأهلي والإسماعيلي عندي جزئيتين جزء فني وجزء ليه علاقة بالاختيار في حد ذاته أول حاجة ليه علاقة بالاختيار الجزء الفني أن مباراة مباراة كان فيها خطأ يعني فني لا يختفر خطأ فني لا يختفر من حكم المباراة كابتن محمد الصباح والدليل عنه خطأ فني لا يختفر أنه شاف اللعبة وحسبها والدليل أكتر رغم أنه هو مش حكم الفار أنه يستدعيل أن الكرة ما تستعدعيش أنها الكارت الأحمر يا عايزة إنذار بس محمد الصباحي رجع شافها في الفار وشافها تاني فهو شايف أنه فيه إنذار بس هو مش عايز يحسب إنذار مش عايز يطرد لعب من النادي الإسماعيلي عايز يخلي المباراة يعني إيه فيها يعني الأهلي بلعب بالناشئيين والإسماعيلي عايز يكسب ما تعرفش برضو نظرية الاحتواء دايما بحس إنها موجودة في التحكيم المصري ومش عارف ليه بقى لي فترة كده بقيت يعني عندي يقين وقلت الكلام ده قبل كده المشاكل اللي احنا بنشوفها في المباراة الإفريقية مع بكاري جسامة ومع جاني سيكازوي بقت موجودة في مصر يعني هل مثلا رئاسة كابتن عصام عبد الفتاح للجنة الحكام في مصر وعملوا في لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي والمدرسة دي خلاص بقت عجبا فبقت تطبق في المباراة والتحكيم المصري في الفترة الأخيرة مباراة مبارح الخطأ اللي ارتكب محمد الصباحي ده خطأ لا يختفر الكرة مش فكرة إن هي الفار يستدعيها ولا ما يستدعو الكرة فيها كارت أحمر ولا مش كارت أحمر الكرة طالما أنت حسبتها وانت قدامها وشايفها ده عايزة إنذار تاني وباهر المحمدي عنده إنذار فده الإنذار التاني فيضطرد الفار استدعاك وشفت الكرة على الشاشة ده انت يعني خدمة خمس نجوم حسبت الفاول وانك شايف اللعبة وشفت ضربة الإيد والزراع والزاوية دي أوضح قدامك كابتن محمد وانت شايفها وفي الآخر تعتبرها فاول عادي يعني إزاي ده بروتوكول الفار انتو بتخلفوه بنسبة 100% بنسبة 100% مش عارف أنا بقول لكم التحكيم الإفريقي بقى مثال يحتز به في التحكيم المصري دي جزئية الجزئية التانية بقى والأهم في الاختيار نفسه هل يا جماعة تصدقوا إن كابتن محمد الصباحي كان في جروة في الكاميرون قبل المباراة دي بـ 48 ساعة يعني هل تتخيلوا مباراة مهمة زي دي في كاسر ربطة هل الحكم اللي يجيرها هذه المباراة يسافر الكاميرون مع الجماهير يحضر المباراة في الكاميرون ويرجع ويعد 24 ساعة ثم يدير المباراة إزاي يعني أولاً مسحة البي سي آر اللي عملها أضمن منين إنه هو سفريته للكاميرون دي لقدر الله ممكن لما يرجع حتى لو المسحة عاملها ولسه نتائج ما ظهرتش إنه ممكن لقدر الله يكون فيه إصابة تاكورونا والجزء التاني اللي هو الخاص بالناحية البدنية حكم عنده مباراة مهمة بعد 48 ساعة إزاي سفر الكاميرون ويرجع ويجير المباراة لو ركزتوا في ماتش الأهل والإسماعيلي معدل الجاري للكابتن محمد الصباحي يا كاد لا يسقر يا كاد لا يسقر مش موجود بدلين في ديئة 90 ساعة ركلة الجزاء أنا أقول لكم هو حسبها بالخبرة لأن فيه فارة هي راجع فهو حاسن فيه عرقلة لكن لما تشوف زوية الرؤية ليه هو مش موجود أصلاً في الصورة مش موجود في الصورة فلجنة الحكام لما تختار حكم لمباراة كبيرة زي دي الحكم ده لازم يكون أولاً موجود في القاهرة أو موجود في مصر يعني مستعد بشكل كبير جداً للمباراة بدنياً جاهز لكن ما يسافرش طيران رايح جاي في 10 ساعات ورايح دولة إفريقية بيحضر منافسات كاس الأمم وراجع عشان يدير مطش بعدها بيوم ولا بعدها 24 ساعة يعني ده كاحتراف كحكم محترف ده مش منطقي ولا طبيعي إن ده يحصل في مباراة كبيرة زي دي لما كابتن صباح يسافر كما يرجع يدير المباراة وإحنا شفنا الأخطاء اللي حصلت في مباراة مباراة حكت ممكن تكون الأهل يخرج خسراً بسبب أخطاء تحكمية مش صحيحة وأخطاء تحكمية غير طبيعية وبتتقرر كتير مع الأهل في الفترات الأخيرة الموضوع التاني اللي معايا وده موضوع مهم جداً وناس كتيرا مش واخدة بالها من تفاصيل الموضوع ده بس الموضوع ده هيوريكوا قدي إيه إحنا بنعاني ليه مش عارفين ناخد موقف في موضوع كاس العامل الأندية ركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده عشان ده كلام مهم جداً منتخب السنغال عنده لعب اسمه بابا جي اللعب رقم 26 في منتخب السنغال انتقل من الدور الإنجليزي أو من الدور الإنجليزي للدوري الفرنسي بطريقة ما فيها مشكلة قانونية فبالتالي عنده مشكلة في لجنة فضل المنازعات بقالها حوالي سنة وبتتناشي الأضاية في لجنة فضل المنازعات بالفيفا إيه فجأة الفيفا خد قرار بإيقاف اللعب قبل مباراة غينية بساعتين طبيعي ما فيش مشكلة لكن الكاف هنا اتحرك قالك بعد خطاب رسمي للفيفا أول أمس قال لهم إزاي لعيب زي ده وعنده مباراة مهمة مع غينية في كاس أمم إفريقيا والناس عندكوا في الفيفا في لجنة فضل المنازعات ما تعرفش إنه فيه بطولة مهمة زي دي واللاعب ده عنده مباراة بعد ساعتين وطلع قرار زي ده هو لو انبابي نجم منتخب فرنسا بلعب في اليورو وعنده مشكلة زي دي هتقدروا توقفه وعنده مباراة في اليورو ده نفس الموقف اللي عايز أخده القياس على مشكلة الألف كاس عالم قندية هنا أوجستين سنجور نائب رئيس الكاف وقف وخلى الاتحاد الفريكو كله يتحرك عشان لاعب يتوقف وهو طبيعي أنه يتوقف بس يتوقف في توقيت وخد الموقف ده عشان إيه؟ عشان خاطر منتخب السنجور فين الناس هنا بقى اللي توقف داخل الاتحاد الإفريقي لصالح النادي الأهلي بعان أكتر من شهرين ثلاثة بقول للأهلي عنده مشكلة في كاس عالم قندية وإزاي الفيفا ياخد قرار أن مباراة كاس عالم قندية في نفس توقيت كاس أمم إفريقيا وطلعت الناس وقالت ليس كل ما يعرف يقال وما تقلقوش وإحنا بنحل الموضوع ومش عايزين نقول الكلام اللي احنا بنعمله في الكواليس لكن مع ذلك ما فيش حاجة حصلت كرن موقف السنغال برئيس الاتحاد السنغال اللي هو نايب رئيس الكاب بموقف الأهلي في كاس عالم قندية وإزاي ما حدش قادر ياخد موقف لصالح النادي الأهلي وعندنا مشكلة في مونديال القندية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف آخر أخبار الأهلي والاستعداد لمباراة المقاولين العرب في كاس الربط أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن أخبار الأهلي زي ما كنت بكلم في الفقر اللي فت على موضوع كاس العالم الأندية وللأسف محدش بيتدخل لغاية اللحظة دي ودت مقارنة بالله حصل مع السنغال وإزاي رئيس الاتحاد السنغال كانواخد موقف جاد جدا وخلى الكاف كله يطلع بيان ويرسل بيان رسمي للاتحاد الدولي يعترض على إيقاف لعب أثناء منافسات كاس الأمم وإزاي بيقول للفيفا أنت لو عندوكوا لعيب زي مبابي في منتخب فرنسا وعندو مباراة في اليورو استحالة وقفو كنت أتمنى يكون في نفس الموقف ده والاتحاد الإفريقي والمسؤولين جوه الكاف يكون لهم دور مع المسؤولين المصريين ويكون موقف قوي بشأن أن الأهل عندو مشاركة مهمة في كاس العالم الأندية وبيمثل قارة إفريقيا وما فيش للأسف أي موقف لغاية هذه اللحظة رغم أن مسابقة كاس العالم الأندية وكاس أمم إفريقيا كمساب أو كحدث أكبر بكتير من فكرة ويقدروا يواجهوا الفيفا في قرار زي ده ويدفوا عن أحقيتهم أن اللاعب الدولي يشارك معهم في منافسات كاس الأمم وفي نفس الوقت محدش واقف مع الأهلي ولا حتى بيوصل صوت الأهلي للاتحاد الدولي من خلال المسؤولين الموجودين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدر طيب أروح لأخبار وتدريب الأهلي والنهاردة التدريب اللي عاقب المباراة اللي أقيمت بالأمس مع فريق نادي الإسماعيلي والنهاردة بيتسو موسيماني عمل مران نقدر نقول جلسات استشفائية للعيبة الأساسية اللي شاركت في مباراة الأمس لكن عاقب المباراة عاقب المران بيتسو موسيماني بلغ كل اللعيبة أنه بقر يكون في راحة صلبية لمدة 24 ساعة من التدريبات الجمعية ثم الأهلي يستأنف تدريباته يوم الخميس العصر على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس الربطة للأندية كلنا عارفين أنه مطش المولين يوم إلا الجمعة إن شاء الله وبإذن الله تكون مباراة موفقة للأهلي ودي عاكون الجولة الثالثة من مباراة كأس الربطة الأهلي عنده نقطتين المتصدر الإسماعيلي عنده أربع نقطة فلسه في كلام في فكرة المتأهلين الفترة الجاية والمباراة الثالثة اللي جاية هيفرقوا إن شاء الله بشكل كبير جدا في ترتيب النقاط لكن المكسب المهم النهاردة بالنسبة لنا مش النقط ولا الترتيب ولا صادات المجموعة ولا كأس الربطة المهم بالنسبة لنا الفكرة في حد ذاتها إنك بتدفع بعدد كبير من قطاع لعيب قطاع الناشئين وبتطبئلنا على مستقبل الأهلي خلال الفترة اللي جاي النهاردة كان فيه محاضرة وكان فيه تأسيمة قوية وكان فيه تدريب شاكل الحراس وكمان فيه عودة بيرستاو وعدد من اللعيبة زي ما نشايفون قدامنا على الشاشة لكن كل التفاصيل دي بالتأكيد مهم جدا نعرفها من خلال زمننا ومراسلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي كان حاضر النهاردة وماران الأهلي في ملعب مختار التيتش بالجزيرة مساء الخير يا فاروق نور يا محمد ده كل التحية لي كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة وقناة النهاردة كل مكان وإيه ألو ألو آه يا فاروق عايز أسألك على الماران النهاردة زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة يمكن يتمنيننا شوية شفنا طاهر شفنا وليد سليمان شفنا بيرستاو تبدأ الصورة تبقى أفضل الفترة الجاية بقى عودة كل اللاعب الأساسية للماران خاصة في ظل الحمد لله المسحة بتاعتهم سلبية والفترة الجاية إن شاء الله هيكون فيه تشكيلة بقى وعودة لكل اللاعبين الأساسيين في بقى مباريات كأسر ربطا إن شاء الله يا فاروق بسألة محمد يعني النهاردة كان بعد سلبية مسحة تبيرستاو ومضمول التريب النهاردة وطار بحالة بدنية وشكل فني أكثر من رائع أيضا وليد سليمان نطار محمد طار حسين شحاك ومحمد دماجدي أفشا أيضا رؤية محمد برضو من كلام تدريجان مستر ربطا خلال المباراة القادمة خلال يبدأ لعب اللعبة اللي كانت بعيدة عن المشاركة طبعا خلاص أنت بتجاهز لعب عشان كأس العلم للأندية يعني عايب أو موجود عدد من النشئين لكن تشايفين في التدريبات التدريب النهاردة وكلام ربطا عدد من اللعبة تبدأ تعود مرطانية للمشاركة سواء حسين الشحاك سواء أفشا وليد سلمان بير ستاو وطار محمد طاهر اللعبة برضو مستر بيت موسيماني كان فيه يعني برامة تأهيلية موضوعة مع كابيل اللعبة اللي كانت بعيدة عن المشاركة أيضا يعني برضو تطميمنا من خلال يعني الكتابة السادة الحفيظ على لويس بكسوني يعني أجرى مسحة بالمسطيق ويتم يعني ثبوت سلبية المسحة وهيعود إن شاء الله إلى القاهرة مساء اليوم هيتم أيضا إجراء مسحة لدى وصوله يعني قبل انضمامه وانتحقه به تدريبات الفريق اللي ستبقى يوم الخميس طبعا زينا طولت محمد من التربية السميماني بدي العيبة راحة غدا يعني راحة الموضوط 24 ساعة هيستاني في التدريبات يوم الخميس في 8 رابعة عصرا ثم الدخول في مقاقر استعدادا لمباراة المقاولون برضو على هامش المرات النهاردة محمد كان أكرم توفيق موجود بيجري بعض الفصوات والأشعة يعني برضو من الكابتن سيد ان جار يعني الاستخراج التأشيرة الخاصة بسفر أكرم توفيق إلى الخارج إن شاء الله نجراء عملية الرباط الصليبي طب ناله كل السامة النهاردة محمد من النقاط المهمة جدا برضو اللي نتكلم عنها قبل النقاط يا فاروق أنا المعرومات اللي عندي إن ممكن أكرم توفيق يسافر الدوحة يجري العملية الجرحية هناك يعمل التأهيل كمان هناك عشان يبقى فيه تمنان عليه أكتر ويرجع بسرعة خاصة أن التأهيل مهم جدا في مسألة عملية الرباط الصليبي هل الكلام تتأكد بشكل رسمي ولا لسه فيه مباحثات لإمكانية سفر ألمانيا أو أسبانيا أو الاستقرار على سفر للدوحة خلال الساعات القادمة حتى الآن محمد فروح حاول تغير مكانك بس عشان الشبكة الصوت بيروح وييجي كده كويس آه كده كويس الناجي الآلي بيسير في أكثر من اتجاه أنت طبعا عارف أن بعض الدول في أوروبا بطيب حديني مقفولة شوية للظروف فجأة حتى كورونا لكن الاتجاه الأول بالنسبة للناجي الآلي هو المالية أو أسبانيا أو قطر يعني العملية خارج الغطار من أسبانيا أو ألمانيا أو قطر كابتن ساد عبد الحفيز الأمور كلها والجهاز الطبي بمتابعين هذا للملف نحن على وجهة أكثر بطيئ هلو هي طب يبدو أن في مشكلة في الاتصال مع زماننا فاروق صلاح طيب زي ما طمنا من فاروق على مشاركة اللعيبة الأساسية وعودتهم للمران زي ما شايفين معنا على الشاشة كمان ياسر إبراهيم محمد مجدي أفشا بإذن الله الفترة الجاية بيتس المصممي أكيد عمل استراتيجية للاستعداد لكاس عالم أندية ومش موالها هيسيب اللعيبة الأساسية بدون مباريات رسمية لغاية يوم 5 فبراير مع منتري المكسيكي أكيد هيبتعد دافع يوم على الأقل لآخر مبارتين قبل السفر يوم 31 يناير وهينتظر يشوف موقف اللعيبة الدولية اللي بتشارك مع منتخباتها في كاس الأم الأفريقية عندنا ست لعيبة مع منتخب مصر رجع منهم أكرم توفيق ألف سلام عليه لسه هنشوف كمان موقف علي معلول النهاردة الاتحاد التونسي أعلن من خلال صفحته الرسمية إصابة علي معلول بالكورونا ألف مليون سلام عليك علي وبإذن الله ما يكونش فيه أي مضاعفات ونطمئن على حالتك وصحتك ده في المقام الأول وتعود بشكل جيد في الفترة اللي جاية فاصل كثير قوي وكان اللفعون الجهاز الفني مش قادر يحدد شكل القيمة إلا بقى على يوم 3 فبراير والمعادل الرسم والنهائي قبل إرساله للفيفا عشان يختار القيمة الـ 23 اللي اتشارك فيه منافسات كأس العالم للأندية كمان في نقطة مهمة جدا المحلل الأداء اللي موجودين في الأهل سواء سيمو أو سيليمون اللي اتنين شغالين على فكرة تحليل أداء فريق مونتريل مكسيكي فريق مونتريل مكسيكي عنده مباراة في الدوري خلال هذه الفترة وممكن بيلعب مباراة في الدوري فبيتم تجميع فيديوهات وهايلايتس للفريق المكسيكي اللي بقيادة المدير الفني خفير أجيري اللي كان بيقود منتخب مصر في كأس الأهم الأخيرة 2019 وبالطبع هيبقى فيه تحليل أداء وإيجابيات وسلبيات والتحضير لهذه المواجهة كلنا شايفين على المستوى الفني والبدني وكل الأمور المواجهة تبقى صعبة جدا مش لقوة الفريق المكسيكي بسبب المشاكل اللي احنا شايفين في الفترة الحالية ما بين إصابات لعيبة وإقامة كأس أمم إفريقيا ويعني انت بتتكلم في 11 لاعب على الأقل في التشكيل الأساسية مش موجودين معاك خلال هذه الفترة يعني حتى لو رجعوا قبل كأس العالم الأندية بيوم أو 2 أو 3 أيام لا هيبقى الجهاز الفن استعد بشكل كويس معهم ولا هيكونوا حضرهم زهنيا ولا هيكونوا ادوم الراحة الكافية عشان يستعد لبطولة كبيرة مهمة زي كأس العالم للأندية دي كانت مجموعة الأخبار الخاصة بالنادي الآلي بقرة زي ما قلنا هيبقى راحة وإن شاء الله يوم الخميس تمرين ومعسكر مغلق والاستعداد لمواجهة المقاولين أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع مع بعض نشوف آخر الأخبار والترندات الموجودة في السوشيال ميديا وترند الآلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الآلي ونشوف مع بعض العنوين والمنشتات وأبرز الترندات الموجودة في ترند الآلي أول حاجة معايا الحساب الرسمي للنادي الآلي وبيتكلم على روح الفنالة الحمرة زي ما قلت في فقرة ترند ترندي بتتورسها الأجيال هدف بلاص تسعين للعبنا الصاعد أحمد سيد غريب زي ما قلت لكم هي جينات الناس بتتورسها جيل عن جيل وسنة ورسنة وبطولة وربطولة الأهل بيكمل في نفس المشوار الروح الفنالة الحمرة مش في القورة في القورة وفي البسقط وفي كل الألعاب الرياضية داخل النادي الأهل نروح كمال لحساب سبورت 360 مصرية وبيتكلموا على حالة أكرم توفي حسابهم الرسمي على تويتر نشر الصور لأكرم توفي بيقولوا أكرم توفي يتابع مراني الأهل اليوم ننتظر عودتك سريعا وأقوى من قبل يا رب بإذن الله ترجع سريعا يا أكرم لعيب راجل والناس كلها كانت زعلانة عشان إصابة أكرم مع منتخبنا في مباراة تناجرية حساب يلا كورة بيتكلم بقى على صفر أكرم توفيق الفترة اللي جاية مصدر بالأهل اليلا كورة خلال ساعات سوف يتم تحديد مكان إجراء الجراحة لأكرم توفيق خلال ساعات سوف يتم تحديد مكان إجراء الجراحة لأكرم توفيق وجارئ إنهاي الحصول على تأشيرة السفر لي والكابتن محمود الخطيب بيتابع بنفسه كافة الأمور الخاصة باللاعب وسفره وتوفير كافة الإمكانيات لعلاج اللاعب وتأهيله ليعود أفضل مما كان وزيما كنت بتكلم مع عزمينة فارغ صلاح الإجراءات اللي بيتخذها الأهل خلال الفترة الحالية سفر الألمانية تأهيلها يبقى في قطر كل ده بيتم الاتفاق عليه خلال الساعات الجاية عشان يكون فيه قرار سريع بصفر اللاعب وإجراء الجراح كمان المصر الرياضي بيتكلمه على اتحاد الكرة يتحمل تكاليف جراحة أكرم توفيق والأهل ينهي إجراءات تصفره ده الحساب الرسمي للمصر اليوم الرياضي على تويتر وبيتكلمه على الإجراءات الطبيعية في مسألة صفر أكرم خذوا بالكو هنا في إجراءات الاتحاد الدولي فيفا نظمها في مسألة إصابة اللعيبة لما بيتشارك فيه مباراة الأجندة الدولية الرسمية في الفترة دي اللي هيكون أكرم بعيد فيها عن تدريبات ومباراة الأهل اتحاد الكرة بيتحمل تكاليف الصفر والعملية الجراحية والتأهيل والاتحاد الدولي بيتحمل الراتب الشهري لللاعب بحيث أن النادي وقتها كان سمح لللاعب أن يشارك مع المنتخب في الأجندة الدولية فبتاله لو تعارب الإصابة قوية بتبعده فترة أكتر من شهرين ثلاثة إلى ست شهور أو أكتر من كده الاتحاد الدولي هو اللي بيدفع راتب اللاعب بنظر أن اللاعب ده شارك في الأجندة الدولية وفي منافسات كأس الأمم الإفريقية المهم والأهم من كل ده أكرم يا من عملها كويسة ويرجع سريعا وإن شاء الله نطمئن على صحته وحالته ويعود تاني بسرعة لتشكيلة الأهل الرسمية النهاردة الحساب الرسمي للنادي الأهلي ومن خلال أكاونت الرسمي على تويتر نعى نادي ريال مدريد في وفاة فرانشيسكو خينتو ستورة نادي ريال مدريد النادي الملكي فرانشيسكو خينتو من أحد أبرز النجوم والأساطير اللي شاركوا مع ريال مدريد في فترة كبيرة جدا في السنوات السابقة توفى ونادي ريال مدريد أعلن عن وفاة هذا الأسطورة والنادي الأهلي بالتأكيد عمل لنادي ريال مدريد ببقى أن طبعا العلاقة طيبة اللي بتربط الناديين نادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا ونادي ريال مدريد نادي القرن في أوروبا وفي علاقات وطيدة وعلاقات متميزة ما بين الناديين فبالتأكيد كان نادي مهم جدا من النادي الأهلي للمسؤولي نادي ريال مدريد في وفاة فرانشيسكو خينتو أحد أبرز أساطير النادي الملكي أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وعندنا كلام مهم جدا وترند أمم إفريقيا ومباراة مصر والسودان وآخر أخبار كأس أمم إفريقيا أهلا بحضراتكم من جديد وترند أمم إفريقيا وآخر أخبار منافسات كأس الأمم الإفريقية طبعا كلكم عارفين من إمبارح للنهاردة الصبح كان فيه تفاصيل كتير جدا بخصوص ملعب جابومة في مدينة الدولة الكاميرونية وهذا الملعب اللي بيواجه صعوبة كبيرة جدا بسبب سوق أرضية الملعب والحالة السيئلة أرضية الملعب خاصة بعد انتهاء مباراة الجولة التانية مباراة الجزائر أمام غينيا الاستوائية ومباراة الكودفوار أمام سيراليون كل إمبارح شاف صور الملعب والنهاردة الصبح كان فيه اجتماع مهم جدا عبر الفيديو كونفرنس بخصوص ملعب جابومة وبالطبع الكل منتظر يعرف إيه القرارات اللي هتتخذ خلال الفترة اللي جاي أدنكم على شاشة هو ده صور ملعب جابومة زي ما أنتم شايفين طبعا الأرضية سيئة جدا وكانت مشكلة كبيرة جدا بخصوص ملعب جابومة وأرضية الملعب فبالتالي كانت فيه مشكلة الكودفوار والجزائر علعبوا هذه المباراة في الجولة الثالثة على نفس الملعب ده يوم الخميس اللي جاي في ختام مباريات المجموعة الخمسة فطلبوا عدم اللعب عليه طيب اللجنة المنظمة النهاردة اجتمعت وخدت قرارات إيه هي القرارات أولا اتفقوا أنه ما ينفعش مباراة الجولة الأخيرة على الملعب ده تتنقل لما كان تاني حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص فبالتالي مباراة كودفوار والجزائر هتتلعب على نفس الملعب ده يوم الخميس القادر طيب امتى الملعب ده ممكن ما يتلعبش عليه مباراة في الفترة الجاية خاصة بالتأكيد أنه لسه فيه مباراة في دور الستاشر خاصة أن منتخب مصر إن شاء الله لما يكسب السودان ويكون تاني المجموعة هيلعب على هذا الملعب يوم ستة وعشرين يناير فبالتالي ملعب جاموما هيستضيف مباراة في دور الستاشر هيستضيف مبارتين في دور التمانية وهيستضيف مباراة في نصف النهائي فبالتالي اتداء من دور الستاشر عاقل مباراة كودفار والجزائر الملعب ده هيستضيف أربع مبارايات حاسمة في مرحلة النك أوت خروج المغلوب طيب اللاجلة المنظمة قالت إيه؟ قالت لا يتلعب الخميس الجاية عادي كودفار والجزائر دور التمانية هي مباراة واحدة من هنا لستة وعشرين يناير هيحاولوا قدر إمكاني يحضروا الملعب ويجهزوا أرضية الملعب بشكل كويس وتتلعب عليه مباراة دور السبتاشر اللي غالباً بنسبة كبيرة مصر لما تكون إن شاء الله في المركز التاني هتلعب على هذا الملعب دور السبتاشر يوم ستة وعشرين يناير طيب بعد كده في مباراتين في دور التمانية وفي مباراة في نصف النهائي الملعب هيتقفل ومش هتكمل عليه مباراة بطولة إفريقيا وهتتنقل مباراة دور التمانية ونصف النهائي اللي هتتلعب على ملعب جابوما إلى ملعب أحمدو أهديجو اللي بيستضيف هذه المباراة في مدينة ياويندي والملعب ده اللي بقرة مصر هتلعب عليه مباراةها مع السودان ياويندي فيها ملعبين ملعب أحمدو أهديجو وملعب أوليمبيا ملعب أحمدو أهديجو هو اللي بيستضيف مباراة دور التمانية ونصف النهائي مكان ملعب جابوما وكده كده ملعب أوليمبيا اللي بيصديف مباراة الافتاح وباية مباراة الكاميرون والمباراة النهائية دي آخر الأخبار الخاصة بمنافسات كأس الأمم وملعب جابومة واللي بالتأكيد عامل أزمة كبيرة جدا بخصوص سوق أرضية الملعب طيب النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي مهم جدا ليه كارلوس ساكيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني واتكلم فيه وقال إن احنا بنحترم كل المنتخبات المشاركة في بطول كأس الأمم وقال إن احنا بنركز دايما على تجهيز التشكيل المصلة ليه كل مباراة خلال الفترة القادمة قال كمان إحنا سعداء بعد موجود حالات كورونا في صفوف منتخب مصر وده نقطة مهمة جدا تكاد تكون أهم كثير من النقاط الفنية لأن لقدر الله فيه لعيب مصاب بكورونا بيربكلك كل الحسابات الفنية ويقافيه ارتباء كبير جدا فيه اختيارك للتشكيل قال كمان كارلوس احنا بنختار التشكيل المناسب للمباراة أهدفنا كبيرة جدا في بطولة كأس الأمم سعيد بالمردود اللي بيقدموا اللعيبة خلال الفترة الأخيرة طيب السلية كمان قال هدف منتخب مصر هو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا وإسعاد الجماهير المصرية كلها وقال الجميع في منتخب مصر يريد تقديم أفضل ما لديه ونفكر في كل مباراة على حدة لما تسأل على دور السبتاشر قال لا بنتكلم على المباراة الحالية مباراة السودان وكل مباراة بنفكر فيها على حدة طيب ده كان أبرز حاجة بخصوص تصرحات كيروش وعمر السلية نروح بقى ليه سؤال حلقة اليوم اللي طرحنا لكل السادة المشاهدين ونشوف ان طبعات الناس ورأيهم في أداء شباب الأهلي في كأس الرطة خلال هذه الفترة إبراهيم العطار بيقول كلام مهم جدا قال أداء غير متوقع من ناشئ النادي الأهلي روح الفنين الحمراء أهلاه وأفتخر يعني هو ما كانش يتوقع الأداء ده لكن أداء كان مميز جدا من اللي عبت النادي الأهلي إسراء بتقول ما شاء الله عليهم رجالة بيلعبوا بروح النادي الأهلي نور الحكيم بتقول بجد رجالة وقد المسؤولية واستحقوا تيشيرت الأهلي وعملوا مطشط ممتازة وأتمنى إضافة بعض العناصر منهم للفريل أول بالتوفيه في المطشط القادم دي كانت مجموعة من أراء الناس على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة لكن يا رب كل التوفيه اليوم في باقي المباريات في جهاز الربطة وكل التوفيه لمنتخبنا الوطني غدا في مباراة السودان إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم ببرنامج التريند بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء